لكن الشيء العجيب احتفال السماء انه في السماء في مليارات من الملائكة بقولك السماء بتحتفل لما خاطئ يعود يتوب ويعود يرجع الى الله طبعا هي قصة صعبة بكل المقيس لاحظ الكلام بقول انسان كان عنده ولدين كان عنده ابنان فقال اصغرهما لابيه يا ابي اعطني القسم الذي يصيبني من المال فقسم لهما يعني للابنين معيشته طبعا لانه كان عنده بس بحسب المثل كان عنده بس ابنين فاذا الابن الاصغر بيطلع له نصيب او حصة يعني التلت املاك لانه الابن الاكبر هو الباكور يعني الباكورية دايما بيكون مضاعف بيطلع له نصيب اتنين يعني التلتين فلا شوف الوقاحة والامر الصاعق جدا الابن الاصغر وهو على قيد الحياة يطلب من ابوه بيقول له اعطيني نصيبة يعني ابسط شغلة الاب ممكن يقول له يا واقح يا انسان يعني جاحد ناكر الجميل رغم كل عيشتك الحلوة وعم بالطالب يعني بكلمات اخرى كأنه الولد عم بيتمنى موت ابوه حتى يتورث ابوه قبل ما ماته يعني وكأنه بكلمات اخرى كأنه في امنية انه ابوه يموت لكن الاعجب احبائي مش وقاحة الابن والشيء اللي بيصعق جحود هذا الابن لكن الاكثر من شوف لطف الاب يمكنه عنده الصورة الاكبر عم بيقسم وعم بيعطي الحصة الكاملة اللي هو التلت للابن الاصغر هذا اللطف احبائي يعني استجاب لنداء وطلب ابنه الاصغر لانه مثل ما ذكرت التلتين هو حق الباكورية تجاه الابن الاكبر وهي بحسب شريعة اللويين وحسب تثنية 21 آية السبعة اي حصة مضاعفة اشتركوا في القناة